فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه نعم الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع منها ما هو نص منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد أو مقيد فأدلة الشرع على هذا النمط فليس من ضرورة المنهي عنه أن يكون منصوصا عليه بل قد يكون داخلا في عموم النهي داخلا في عموم النهي فيتجنب المنصوص عليه من باب أولى ويتجنب ما يدخل في عموم النهي وتتجنب المخالفة الكثيرة والمخالفة القليلة فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر